وهي التطعيمات غير الإجبارية وأي يعني أي حد بيسمع كده وبيستوعب هيبقى فاهم هو اللي بقوله غير إجبارية يعني إيه غير إجبارية؟ يعني ممكن الأطفال ما بياخدوهاش عادي طب هي معنى كده أنها مضرة؟ خالص هي مش مضرة طب معنى كده أنها مهمة؟ مهمة غير إجبارية يعني إيه غير إجبارية؟ يعني ممكن أنها تكون طفل ياخدها ولكن المرض اللي بياخد بسببه هذا التطعيم وارد جدا ان هو يصبي فهمته قصدي؟ عشان كده الدولة ما دخلتش هذه التطعيمات في جدول التطعيمات الإجبارية بالمنطق على فكرة الموضوع مالوش علاقة بالفلوس ولا بالزانيات ولا الكلام ده خالص يعني محدش يضحك عليكم بالحاجات دي الدولة ممثلة في وزارة الصحة لما بيلاقوا ان فيه احتياج لنوع معين من التطعيم يوم يدخل والدليعة كده ايه زي ما قلتلكم التطعيم ضد التاب الكابدي الفيروسي به ما كانش موجود من سنوات دلوقتي بقى في التطعيمات الإجبارية واظن اللي شافوا الحلقة هيشوفوا كم مرة بندى الاطفال فيه التطعيم الإجباري ضد الاتهاب الكابدي الفيروسي به من ضمنها حتى التطعيم جرعة الميلاد يعني اول ما الطفل يتولد للدولة بتلاقيه ان فيه احتياج لإدخال هذا المصل او هذا التطعيم بالذات او بعينه الى جدول التطعيمات الإجبارية طول ما التطعيم مش في الجدول ده يبقى تعرفوا انه هو زي ما احنا بنقول في الطب اوبشنال يعني اختياري الناس عايزة تديه ماشي مش عايزة تديه ما تقلقش يعني ما فيش مشكلة كبيرة اكيد فيه ضرورة بقى ان انا اتكلم ايه هي التطعيمات غير الإجبارية طبا ما لا هنتكلم عنها ليه هنتكلم عنها عشان الناس برضو تبقى وعية اذ ربما اسر يبقوا عايزين يدوا لولادهم هذه التطعيمات ما فيش مشكلة نقول